بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقة الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا قال لوقة البشير فيما التلاميذ يتكلمون بهذا وقف يسوع في وسطهم وقال لهم السلام لكم فارتاعوا واستول عليهم الخوف وكانوا يظنون أنهم يشاهدون روحا فقال لهم يسوع ما بالكم مضطربين ولماذا تخالج هذه الأفكار قلوبكم انظروا إلى يدي ورجلي فإني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح لا لحم له ولا عظام كما ترون لي قال هذا وأراهم يديه ورجليه وإذ كانوا بعد غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم هل عندكم هنا طعام فقدموا له قطعة من سمك مشوي ومن شهد عسل فأخذها وأكلها بمرأة منهم وقال لهم هذا هو كلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم كان ينبغي أن يتم كل ما كتب عني في توراة موسى والأنبياء والمزمير حينئذ فتح أزهانهم ليفهموا الكتب ثم قال لهم هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث وباسمه يكرز بالتوبة لمغفرة الخطايا في جميع الأمم ابتداء من أرشاليم وأنتم شهود على ذلك حقا والأمان لجميعكم المجد لك يا رب المجد لك أحبائي مستمعي صوت المحبة ومشاهدي تلفزيون محبة بحييكم بهالأحد السادس بزمن القيامة بهالإنجيل يلي قرناه من لوقة يلي بيخبرنا على ظهور المسيح للتلاميذ وعلى يسوع عم بيمشي مع التلاميذ ولكن بذات الوقت يظهر من خلال علامتين أساسيتين من خلال الطعام أي الفخارسية ومن خلال شرح الكتب أي كلمة الله وفهمة ظهور يسوع للرسل اليوم بالعليه هو ظهور يسوع الأخير لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء لوقة بيحطه مباشرة بين مشهد تلميذي عماوس وحدث الصعود بهذا النص منلاقي في أوجه شبه كبير بين نص يلي عم نسمعه اليوم وبين تلميذي عماوس وخاصة بها البعدين البعد الإفخارستي وبعد الكلمي وكأني مع يسوع المسيح القائم من بين الأموات والحاضر في قلب الكنيسة وفي قلب الجماعة أنا قدام حقيقة أساسية تعكس لي حضوره المستمر في قلب الكنيسة ألا وهو من خلال الإفخارستية والكتاب المقدس الإفخارستي والكتاب المقدس هما الوسيلتين ضرورتين للمؤمن ليتوصل إلى معرفة حقيقة يسوع المسيح القائم من بين الأموات والقائم من بين الأموات عندما يكون في وسط الكنيسة في وسط الجماعة ما بين الرسل العطي الأولى الديمي للقيامي هي السلام عندما يقف فإنه يعطي السلام لكل من يؤمن به سلام بيبعد عنا كل نوع من أنواع العنف والانتقام سلام يعطي المسامحة والمغفرة وبيملأ قلوب التلاميذ وبيملأ قلوبنا كمان بالسلام والفرح ولكن أمامها الحقيقة منشوف دايما بهذا النص كما بكل ظهورات يسوع مع بعض القيامة موقف التلاميذ وشعور يلي عم بيعيشوه من الداخل أمام السلام إنجيل اليوم بيقلي أخذهم الفزع والخوف وظنوا أنهم يرون روحاً رغم السلام يلي أعلنه الرب امتلأ قلب الرسل خوف وتردد ظنوه شبح ولكأنه لوء اليوم عم بيقلي بأنه حقيقة القائم من بين الأموات هي اختبار طويل بده يعيشه كل تلميذ وكل تلميذة مع الرب القائم من بين الأموات بالرغم من كل روايات الشهود تبقى القيامة اختبار شخصي للإنسان مع الله حدث شخصي بيختبره المؤمن مباشرة حين يلتقي بالمسيح القائم من بين الأموات بحياته اليومية السلام يلي أعطاه يسوع هدفه أنه يخرج التلميذ أو يحررهم من هذا الخوف الداخلي وبذات الوقت من الرفض يلي بيتبعوا دايماً الخوف وطب خاف بلش أرفض كتير أمور بلش أرفض كتير حقاية برجع بسكر على حالي برجع بحط حالي بمطرح بدي أنا حس أني أنا مطمئن يسوع بيجي لا يخلع الأبواب من أول وجديد لا يعطي السلام ويطلق الإنسان بقيامة جديدة بتحرر جديد القيامة إذن هي بإنجيل اليوم هي تجدد دائم لحياة التلاميذ هي لقاء دائم مع المسيح من خلال علامتين أساسيتين حكينا عنهم بالبداية ألا وهي الإفخار السية وكلمة الله ولكن القائم من بين الأموات منشوفه حاضر مع التلاميذ ولكن حاضر أيضاً بجسده الممجد مشان هيك أول شغلة عملها يسوع المسيح مع التلاميذ إيجا قال لهم تعو دسوني أنا لست روحاً أنا جسد ممجد أنا جسد روحاني أنا جسد قائم تعو حطوا إيدكن مثل ما قالوا لتومة ولكن بهالمرة بقلوا لكل التلاميذ وضعوا إيديكن وجسوني وعرفوا أن الروح ما عنده جسد انظروا إلى يدي وقدمي أنا هو بنفسي المسوني وانظروا وهذا شيء بيخلينا اليوم نتشجع بأنه القيامة هي أيضاً أن نلمس حضور الله بحياتنا ما بيكفي نسمع عن القيامة أو نردد المسيح قام حقاً قام ولكن الأهم أني ادخل أنا بهذه العلاقة الشخصية وأيضاً أختبر وألتمس وألمس حضور الرب بحياتي يلي بتعرفوا حضور ربنا هو دائماً حضور أوقات كتير بيكون خفي غير ظاهر للعيان ولكن للقلب الذي ينفتح على سر الله فالرب قريب جداً من كل إنسان يلتمسه بمحبة وبغفران وبذات الوقت بإيمان كبير المسيح قائم من بين الأموات هو قائم إلى الأبد حضوره الآن ولكن اليوم يختلف عن حضوره السابق هو بالمجد السماوي هالجسد الممجد هالجسد الروحاني يلي حكي عنه كمان مربولوس برسالته لأهل كورينتوس الفصل الخمسة عشر وابتداءاً من هالحقيقة بإنه المسيح القائم حاضر في وسط الجماعة يعطي السلام نلتمس حضوره يسوع المسيح دائماً يأخذ المبادرة حتى يشيل مننا كل خوف وكل تردد مشان هيك بيقوله لتلميزه هل لديكم شيء يؤكل مرة جديدة من بعد القيامة الرب يطلب من الإنسان يسأل الإنسان إنه يشاركه أيضاً بوليمة الفرح بوليمة القيامة هالدعوة ذاتها عم يطلبها منهم هن رح يتذكروا كل المعجزات تكسير الخبز وتكسير السمك سمك يلي أشبع خمسة ألاف شخص هو مع القيامة يشبع نفوس الضعيفة ونفوس الخائفة والسمك هو أيضاً يشير إلى هالوليمة يلي يقيم دائماً المسيح الرب القائم من بين الأموات مع أحبائه رمز للإفخارستية سر حضور الدائم ليسوع في وسط الكنيسة من خلال الإفخارستية نحن نعاين نحن نلمس نحن نتغز من جسد الرب ومن دمه هو القائم أبداً في حياتنا وفي حياة الكنيسة وإلى جانب الإفخارستية رح نشوف يسوع مرة جديدة رح يشرح الكتب ابتداءاً من الأنبياء ومن المزامير ومن التوراة الرب ما بيخلينا بحيرة دائمة الرب دائماً كلمته هي البتنير كلمته هي اللي بتثبتنا وبتشجعنا وإطلاقاً من هذا الاختبار اختبار السلام اختبار حضور الرب الاختبار الإفخارستي الاختبار مع كلمة الله نشوف هذا النص بالأخير عم يفتح هالجماعة جماعة الرسل وأيضاً الكنيسة إلى البشارة مش معقول نلتقي بالقائم من بين الأموات ونبقى حيث نحن مغلقين على ذاتنا بعدنا بتردد بعدنا بخوف الذي يلتقي بالقائم من بين الأموات فالقائم يرسله إلى رسالة جديدة يطلقه للبشارة مشان هيك النص من بعد ما أكل معهم من بعد ما شرح لهم الكتب بيقولوا النص تعلن باسمه التوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم ابتداءاً من أرشاليم إذن الرب القائم عم بيشدد على استمرارية تعليمه والتبشير يلي هو قام به قبل الألام والموت ولكن اليوم عم بيشدد على هالحقيقة بأنه التبشير سيكون من خلال حياة الكنيسة المستقبلية القيامة يلي حققه يسوع المسيح الفداء يلي حققه يسوع المسيح ما زال مستمراً ويجب أن يستمر من خلال عمل الكنيسة الإرسالي مشان هيك بيقول لهم مش بس انطلقوا ابتداءاً من أرشاليم وبينه النص ليقول وتكونون لي شهوداً التلميذ الحقيقي هو الذي يختبر قيامة الرب هو الذي يعيش مع يسوع فرح هذه القيامة هو يلي بتتغير حياته بينطلق من الخوف إلى الشجاعة من اليأس إلى الرجاء من الحزن إلى الفرح وهذا التلميذ مدعو للشهادة الدائمة لموت وقيامة الرب بحياته اليومية والشاهد باللغة العبرية كما باللغة العربية هو أيضاً الشهيد هو الذي يتشبه بيسوع المسيح بحياته هو الذي أيضاً يموت مع المسيح ويختبر هذا الموت أي بذل الزات حباً بالآخرين فتكونون لي شهوداً عم بيقول لهم تسيرونا ذات الطريق يلي أنا مشيتها حتى تكونوا أنتوا شهود للقيامة بعلمكن البشارة الحقيقية هي البشارة من خلال الشهادة ما نبس أن ننقل كلام الله مش بس أن نروح للأبعدين ولكن أن نكون أيضاً شهود للأقربين شهود بقلب بيوتنا بقلب أعمالنا بقلب حياتنا اليومية مع أولادنا مع أقاربنا هناك تبدأ الشهادة هناك تبدأ الرسالة لتنطلق أكيد لكل إنسان ناطر مننا أن يسمع كلمة رجاء وكلمة خلاص إنجيل اليوم بهالمحطة الأخيرة قبل نهاية زمن القيامة وقبل الصعود ما زال القائم في وسطنا عم بيعطينا سلامه بيكسر الخبز معنا بيناولنا جسده ودمه بيفسر لألنا الكتب ويرسلنا شهود للقيامة فنحن اليوم مدعوين لهذا الاختبار بكل إداس بكل عمل بكل شهادة نختبر بأننا نحن أيضا التقينا بالقائم ونحن شهود على قيامته المسيح قام حقا قام إلو المجل إلى الأباد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر